إلى المشاركات الوطنية ودعم الشباب للمشاركات المحلية والخارجية وكان ملتقى إبداع من بداية تأسيسه التركيز على دعم الشباب لأن الفنان خليني أقول اللي يوصل إلى مرحلة معينة من الفن يبدأ الفن بالنسبة له إشباع رغبة ما هو محتاج إلى جهات تحتضنة وتأخذ بإيدة والطلعة إلى العالم سواء في معارضة وغيرها لذلك كان الملتقى الحقيقة على مسيرتها الآن 25 سنة تقريبا أو أقل قليل خرج مئات من الموهوبين مئات والآن فنانين بارزين على مستوى المنطقة وعلى مستوى المملكة وهذا أنا أفتخر فيه وهم يفتخروا فيه أيضا لأن بالفعل إحنا استطعنا أن نحن من خلال الدورات ومن خلال المعارض أن نحن نعمل شيء جميل وعملنا الحمد لله رب الله جميل جدا طيب خلينا تحدث أبو محمد عن مشاركاتك أنت سواء المحلية أو الأقليمية أو الدولية فيما يخص الفن التشكيلي بداية أبدأ فيها مع أول معرض أقمت شخصي جميل كان في المرحلة الثانوية وكان في نادي النور ما شاء الله وهذا يعني عطاني دافع كبير متى أكبر وسوي لوحات أخرى وأعمل معرض جديد طبعا متى أكبر يعني لازم أروح الجامعة علشان أكون نفسي وبالفعل في العام 1406 للهجرة عملت أول معرض شخصي أعتبره لأن هناك رسومات هنا لوحات في فرق بين الرسم على الكراسة والأوراق وكذا ولكن الجامعة أو فترة الجامعة كنت أرسم على لوحات وشارك في معارض معارض الرئاسة العامة معارض الجامعة وعملت معرضي الشخصي 1406 وتلاها 1407 معرضي الشخصي الثاني جميل في الجامعة جامعة الملك السعود في الرياض الأول في كلية التربية والثاني في المكتب المركزية في الجامعة كان معرض كبير يعني أنا أتذكر يعني كيف أنا رسمت كل هالعدد من اللوحات وأنا طالب في الجامعة في وقت الفراغ بعدها يمكن انتظرت ست سنوات وأقمت المعرض الثالث وكان هو المعرض اللي أعتبره التوب في مكتب رعاية الشباب في الدمام وصالة كانت ضخمة جدا وافتتحه مدير مكتب رعاية الشباب بالمنطقة الشرقية الأستاذ صالح الراشد وقتها ومن بعدها بدأ مشواري بعدها رحت الرياض عملت معرضي في الرياض في قصر في حي السفارات وكان برعاية الدكتور صالح بن ناصر نائب الرئيس العام للعاية الشباب وقتها وبعدها إلى جدة والبحرين والقطار وعمان وبعدها طلعت إلى تونس إلى المغرب إلى الجزائر إلى لبنان إلى آخر ما قبل آخر محطة كان في الصين معرض الشخصي في الصين والحقيقة هذا يعتبر من أهم المعارض التي أقمتها لأن أول معرض شخصي خارج حدود العربية أو الوطن العربي فكان في الصين في الصين قبل سنتين أو ثلاث وفي المغرب قبل سنتين هذه آخر معرضين شخصيين من أهم المعارض الشخصية التي أقمتها معرض الصندوق الأسود معرض الصندوق الأسود كان فكرة كيف أحداث اللي مرت علينا من بعد الحرب على العراق كانت وجوه الناس في الإشارات كلها عابسة واتذكر لبحة من اللبحات سألتني عنها قبل شوية من هذا الوجه هذا الوجه كان هو تعبير عن الوجوه اللي احنا نشوفها أثناء توقفنا في الإشارات أثناء مشينا كانت وجوه كلها فيها نوع من الضغط النفسي وهذه الفكرة كانت عملتنا مجموعة لوحات سميتها إيحاءات والإيحاءات هي فكرة إيحاء أنا كيف أستوحي منك هل أنت مرتاح نفسيا أو مضايق والصندوق هو عبارة عن صندوق أسود وبالداخل قصاصات الصحف الصحف والمانشتات العريضة أيوة وكيف بدأت قنوات فضائية كثيرة ظهرت في ذلك الفترة من بداية الحرب بدأت القنوات الفضائية وعملت خمس لوحات عبارة عن نساء كل امرأة تمثل قنوات فضائية لأن كانت القنوات الفضائية تبحث عن النساء الجميلات لتقديم نشرة الأخبار وكذا وكذا وأنهيتها السلسلة هذه بعباء عباءة نسائية مطرزة بطاوس هذه بداية تغيير العباء وشكل العباء كيف بتتغير من شكل ستر للمرأة إلى شكل زينة للمرأة وبهرجة والطريقة مختلفة إلى أن وصلت إلى عباية بيضة قلت أنا اليوم من الأيام بتوصل العباء من اللون الأسود إلى اللون الأبيض ووصلت اليوم وأصبحت العباية ملونة لم تعد وهذا دليل على أن فعل نظرة الفنان ذات بعد يعني قد يعقق لأن نظرته طبعا الفنان دائما نظرة عميقة أنا أتذكر مرة في سوق من الأسواق في الإمارات كنت شفت ثلاث سيدات بنات يمشوا كل وحدة بعبالون وأقول في نفسي قبل يمكن عشر سنوات أو أكثر كنت أنا أقول بيجي يوم من الأيام بنشوف عباية لون غير من هي الأولى اللي بتتجرأ وتلبس عباية غير اللون الأسود أنا أصبحت طبيعية وموجودة في كل مكان طيب الفنان التشكيل أبو محمد يعني كيف يعني يوصل ما بداخله للمجتمع عن طريق لوحة معينة أو عن طريق فن معين علما أنه سيراعي جميع الأذواق في المجتمع قد يكون في المجتمع أيضا أناس يعني ما يقرؤون اللوحة بما فيها لكن كيف يستطيع الفنان أن يوصلها له طبعا في فنان يرسم ما يريده هو وفي فنان يرسم ما يريده الجمهور جميل ويمكن أنت تلاحظ هذا الشيء أول ما تجي إلى واحد فنان تقدر ترسمني؟ هذا السؤال دائما أول ما يجيك واحد وأنت يعرف أنك فنان يعني تقدر ترسمني؟ أوكي أنا أؤمن بأن الفنان يفترض أن يكون عنده قدرة عالية على الرسم في كل مجال ولكن أيضا لازم يعرف المتلقي أن الفن مدارس والفن ليس كل فنان لازم متخصص في مجال رسم البورتريه ممكن فنان يرسم التجريد وفنان يرسم السوريالية وفنان يرسم الانطباعية يفترض أن الفنان دائما متمكن من كل أدوات الفن ولكن بعض الأحيان في لوحة تصل للناس سهلة الهضم وقريبة للناس وفيها فكرة فيها عمق مثال نتكلم عنها السفينة هذه سفينة أنا عملتها كأنها إنسان وهذا الإنسان بعد ما كبر بالعادة السفينة بعد ما تكبر تنرمي على الساحل صحيح وشيئا فشيئا تتحلل إلى أن تبقى فقط مثل الهيكل العظمي صحيح وأنا شبهتها بالإنسان بعد ما يكبر ويكون بهالشكل هذا هزيل ضعيف ويقعد يتجي على السيف كذا ينتظر الرحمة رب العالمين أملتها كأنها على منصة مسرح والأرضية على السيف والمنصة والمسرح والستارة لأن بالفعل أحيانا أنت تستلهم من بعض الأشياء أشياء أخرى نعم أتذكر جاني شخص يبغى يقتني لوحة وشاف لوحة تشبه هذه اللوحة نوعا ما ويقول أنا أتذكرت نفس البيئة اللي أنتو تعيشوها في جزيرة تاروت بنفس البيئة اللي نعيشها إحنا في كندا لذلك أنا أبغى أقتني هذه اللوحة لأنها تمثل لي شيء كبير تشبه بلدي ممكن اللوحة تكون قريبة للإنسان أيضا نجد بعض الفنانين لجأوا إلى الفن الساخر والفن الكاريكاتير لإيصال فكرة معينة بل أن بعض الكاريكاتير الآن موجود قد فعلا يعني نوصل رسالة للمسؤول في انتقاد معين أو في سلوك معين الكاريكاتير فن ساخر فن اجتماعي فن سياسي لا يندرج تحت منظومة الفن التشكيلي هو فن قائم بذاته ولذلك حتى توجد جمعية لفن الكاريكاتير إذن هو فرع هو فرع من فروع الفن مثل الآن ما هو موجود الفن الرقامي مثلا الفن الرقامي مستقل فن قائم بذاته لكن الفن الكاريكاتير يمتلك الفنان حدث وإلهام لمتابعة كل ما يجري ويترجمها بشيء بسيط طبعا فناني الكاريكاتير على مدى التاريخ كنا نشاهد محمود كحيل وكنا نشاهد أعمال مثلا ناجي ناجي ما أعرف اسمها ما أعرف اسمها على كل حال فنانين كثيرين الحقيقة كانت لهم بصمة ناجي العلي فنان فلسطيني من أشهر فناني الكاريكاتير في الوطن العربي وكانت لهم بصمة كبيرة لدرجة أنه يغتال ناجي العلي بسبب الكاريكاتير نعم وبالتالي الفن الكاريكاتير فن مؤثر بشكل كبير جدا حتى على مستوى السياسات والسقطة الاجتماعي جميل جدا طيب ومحمد إحنا راح نتكلم عن شيء مهم جدا وهي لوحة المحبة والسلام ولكن أعطيني بس فاصل وأرجع أشراك بكناة أكيد أعزم مشاهدين فاصل ونعود لاستكمال حوارنا مع ضيفنا الأزيز الأستاذ عبدالعظيم الضامن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عودة لكم مجددا أعزم مشاهدين ومع ضيفنا الأزيز أبو محمد أبو محمد طبعا أنت لك كتابات فنية وأكثر من أتوقع 12 12 مؤلف 12 مؤلف خلينا بس نتكلم بشكل سريعا آخر ما كتبته وهو فوسيفسا الحقيقة أنا انجذبت وجذبني العنوان حقيقة اسم جميل فوسيفسا يحمل أكيد في داخل أشياء كثير جدا وعلى قولهم الكتاب من عنوان من عنوان فماذا حمل هذا الكتاب فوسيفسا هو عبارة عن قطع أدبية متجانسة ضمن هذا الكتاب الكتاب يضمن حقيقة مجموعة فصول من أهمها موضوع المنمنمات المنمنمات الحقيقة تشغل حيز كبير من الاهتمام وجدتنا يعني من خلال مشاركاتي في المهرجانات الدولية إن المنمنمات كفن إسلامي مهمل في منطقتنا العربية جميل فن المنمنمات فن قديم جدا ومع الزمن نسية هذا الفن وأصبح محصور على بعض الفنانين في بعض الدول طبعا إيران هي أبرز دولة ترسم المنمنمات مع العراق العراق قل والفنانين بشكل كبير جدا في تناولهم لهذا النوع من الفن ثم زاد نوعا ما في باكستان والهند هذه المنطقة هي اللي أكثر اهتماما بهذا النوع من الفن هذا الفن كان يستخدم مصاحب للكتب القديمة شرح الكتب شرح الطب في العمليات وبعض القصص كليلة ودمن والقصص القديمة وكان المنمنمات عادة تكون قد الكف وتكون ملاسقة في الصفحة المقابلة إلى الشيء المكتوب بحيث أنها توصف المكتوب تطورت المنمنمات من هذا النوع إلى أن أصبحت الآن في عصرنا الحديث لوحة فنية مكتملة عادة ما تكون المنمنمات هي تحمل قصة جميلة جدا وفيها رموز أحيانا تستخدم الطير أحيانا تستخدم الفراشة الزهور الغزلان على أساس أنها تكون وصف إلى حالة معينة جميل جدا طيب الكتاب الثاني أيضا لحقيقة لفت نظري هو الحركة التشكيلية في المنطقة الشرقية يعني المنطقة الشرقية ذات طابع بحري وفي يعني العديد من الثقافات الموجودة في المنطقة الشرقية لو حسبناها من الأحساء إلى وإنتجاي على البقيك وعلى الدمام ومثل القطيف وتاروت وذهابا إلى الشمال المنطقة الشرقية هذا الكتاب ماذا حمل يعني وأنت تتكلم عن حركة يعني تشكيلية في منطقة ليست بالبسيطة صحيح أنا أخذت الكتاب في حدود الجغرافية من الخبر إلى الجوال جميل لذلك كان مؤمل أني أنا باستمر في الكتاب إلى أكثر من عدد بحيث أن يغطي الأحساء عدد ويغطي المناطق أو المدن يعني في المنطقة الشرقية نعم كانت الفكرة هو يعني أني أنا أجمع كل ما دون عن الفن التشكيلي في المنطقة الشرقية نعم وأكتب عن كل فنان تشكيلي لمحة بسيطة للتعريف بالفنان جميل وكانت بداياتي الحقيقة يعني بداية إصداري كان هذا الكتاب بعد يمكن كتابين كان هذا هو الكتاب الثالث وكان طموح والطموح يعني الآن لو بجي بعمل كتاب آخر بيكون مختلف تماما عن هذا الكتاب ولكن في وقته أعتبر أنا لماذا مختلف تماما رؤيتي مختلفة الآن لماذا تغيرت رؤيتك رؤيتي في السابق كنت أكتب فقط ملامح بسيطة عن كل فنان الآن يفترض أن يكون ملامح كثيرة عن كل فنان لأنهم يستحقون لأكثر وأيضا نمت نمت أكيد المعرفة وبديت على الأقل أتلمس تجارب الفنانيين أشتي الفنانيين هو الفنان نقدر نوصفه مثلا كالشجر يعني يبدأ من جذور ثم ساق ثم فروع ثم تمتلأ بالأوراق والثمر بلاشك نتكلم عن لوحة المحبة والسلام هذه اللوحة اللي يعني ضج العالم الحقيقة بها إلى أين وصلتم في لوحة المحبة والسلام ولو تعطينا يعني نبدأ عن فكرتها عن فكرة هذه اللوحة والدول اللي شاركت معك في رسمها ونعم الفضل لوحة المحبة والسلام الحقيقة كان مشروع بدأنا فيه من فكرة طرحت الفكرة أنا في بدايتي مع الرئاسة العامة مع جمعية ثقافة والفنون أثناء إشرافي على قسم الفنون التشكيلية في الجمعية ومن ثم بدأت أتحامل الفنانين كيف نعمل شيء مختلف الحقيقة بدأت الفكرة من حيث كيف نتغلب على الأنا الأنا في الفن التشكيلي متضخمة دائما الفنان هذه لوحتي هذا عملي لا يوجد عمل مشترك في الفن التشكيلي على خلاف المسرح العمل مشترك مخرج وسيناري وممثلين وإضاءة فكنتنا أبحث عن هالجزئية هذه كيف نعمل عمل مشترك وبالفعل في العام الفين وخمسة بدأت الفكرة وانطلقت من مهرجان الدخلة بسنابس في العام الفين وستة والحمد والحمد لله بتوفيق من رب العالمين مع أول خبر كتب في جريدة الحياة عن اللوحة يعني كان في ترحيب كبير من جمعية العربية السعودية للكشافة دعيت إلى معسكر في الرياض لتقديم الفكرة ووافقوا على الفكرة على أنها تمثل المملكة في المخيم الكشفي العالمي بيكون في بريطانيا والحمد لله طلقنا من المحلية إلى الدولية وهناك شاركنا بمحفل كبير بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن في المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف ووقتها جاءنا رئيس نيوز لند وحرمه وجو رؤساء دول وشاركوا في رسم اللوحة جميل بدأت تاخذ صدى طيب إلى أن بديت أنا أوضع خطط يعني كيف نحن نوصل إلى قلوب العالم من خلال أفكار نطرح فكرة ونطرحها على بعض الدول ونوفق فيها الحمد لله طفل الكثير من دول العالم سواء في الوطن العربي لبنان الأردن تونس المغرب قبل سنتين رح دار السلام وكانت تجربة جميلة جدا تنزانيا لأنني كنت تحتاج أن نحن نزور قارة أفريقيا السمراء الصين أمريكا في دول خليج معظمها طبعا وكانت كل محطة لها ميزة ميزة وش اللي يميز المحطات مثلا محطة الشارقات تعتبر واحدة من أهم المحطات المشاركين كان عددهم كبير جدا يمكن لا أبالغ إذا قلت خمسمائة شخص شارك في اللوحة وبعد فترة من الزمن بدنا نشارك مع الجمعيات جمعية مرضى السرطان جمعية السكر جمعية الصوم جمعية التوحد لأجل أن نحن نشرك هذه الفئات في هذه اللوحة جميل وصلت الآن اللوحة بعد 12 سنة إلى 1270 متر وشاركوا فيها 8500 شخص 1270 متر أيوه ما شاء الله يعني يعتبر إنجاز إنجاز جميل يعني وشاركوا في أكثر من 8500 أكثر من 8500 شخص جميل بدأ السؤال قبل سنتين كثير من الأشخاص وماذا بعد وبعدين يا عبد العظيم يا اللوحة لوين بتوصل فكنت دائما أجاوبهم اللوحة لم تنتهي لأن عنوانها للتواصل مع شهوب العظيم جميل والتواصل لا ينتهي والمحبة لا تنتهي والسلام أي فبالتالي فبالتالي هو مشروع متواصل ولكن كان في عندنا خطة أن يبدأ العمل بعد عشر سنوات بعد ما انتهت عشر سنوات بدأنا بالمشروع المشروع هو عبارة عن تحقيق قيمة من خلال قماش اللوحة بدأنا مع الأسر المنتجة ونصنع حقائب بعنوان حقيبة المحبة والسلام جميل تطورت الفكرة تطورت الفكرة وأصبح فيه منتج منتج براند ماركة ولا يوجد حقيبة مثل حقيبة أخرى كل حقيبة وحدة بس لا توجد مثيل جميل جدا وفي نفس الوقت بدأنا أيضا بعد إنتاج المجموعات هذه أن نحن كيف ندعم من خلال هذه الحقائب الجمعيات الإنسانية نعم فعملنا شراكة حق شراكة مع أربع جمعيات جمعية السرطان جمعية إثار للتبرى بالعضاء جمعية السكر والغدد الصمة وجمعية أسر التوحد وقبل فترة عملنا أيضا حق شراكة مع نادي الصم بجدة بحيث أن كل ما يباع يكون ريعة دعم إلى هذه الجمعية فمشروع فمشروع متواصل يحتاج بالتأكيد إلى دعم يحتاج إلى وقفة يحتاج إلى مساندة لأجل أنه يخطو خطوات إلى الأمام واللوحة مستمرة يعني متواصلين فيها بإذن الله وبإذن الله يسود العالم المحبة والسلام بإذن الله وهذه اللوحة تحديدا توصل هذه الرسالة إلى العديد من الشعوب في هذا الوقت بإذن الله رب العالمين أبو محمد الحديث معك ذو شجون ولا وما الحقيقة فالوقت تهمنا نريد منك كلمة في نهاية برنامج لقاء الأسبوع لقاء الأسبوع الحقيقة يعتبره من أهم البرامج اللي مرت علي في حياتي اللي جعلتني أتكلم من طفولتي إلى هذه المرحلة وأشكر قناة دي أم أم على هذه الاستضافة الجميلة اللي تعتبر لهم بصمة في حياتي وأتمنى أني أكون ضيف خفيف على المستمعين والمشاهدين ياتيك العافية أبو محمد شكر لكم أيضا أعزائنا المشاهدين على متابعتكم نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم مع ضيف جديد تقبلوا تحياتي وتحيات فريق برنامج لقاء الأسبوع وإلى لقاء أسبوع جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر